كل سنة وحركوا طيبين خلاص مع اقتراب المدارس وزارة التموين بتستعد حاليا لإطلاق معارض أهل المدارس لعام 2024 المعارض دي اللي حتكون في كل المحافظات المصرية حتنطلق فعلياتها بداية من شهر سبتمبر المقبل المعارض دي هدفها أن هي تقدم مسلزمات المدرسة بأسعار مخفضة لكل أولياء الأمور سواء الملابس، الحقائب، الأدوات المدرسية كل دا الهدف واحد بس هو تخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية قبل بداية العام الدراسي وبتعتبر هذه المبادرة زي ما احنا عارفين جزء من جهود دعم الأسر وتمكنهم أن هم يجهزوا أبنائهم للعام المقبل بأسعار مناسبة وبجودة عالية جمال المعارض أن هي بتوفر وبتسهل وبتقرب المسافات بالنسبة للأسعار الخاصة باحتياجات ولادهم للمدارس كتب، كراريس، أدوات مدرسية المعارض السنة دي فيها تنوع كبير في المعروضات وكمان الخصومات اللي بتوصل لها عشان كده الحكومة والوزارة دايماً بتأكد على فكرة تحقيق التوازن بين الجودة والسعر علشان تلبي كافة الاحتياجات لجميع الفئات الموضوع ده بالطبع بيحقق الهدف منه هو توفير أسعار تنافسية لشراء المستلزمات المدرسية لولدنا وكل سنة وانتوا طيبين مرة تانية مهمة جداً فكرة أن وزارة التموين أو الحكومة بتأكد على فكرة ضبط الأسعار في الفترة الجاية وخصوصاً أننا في سوق حرة في مقييس العرض ومقييس الطلب لكن في بعض السلع الوزارة هتتدخل فيها لضبط الأسعار هيكون ده موجود علشان تمنع أي تأثير سلبي على الأسر المصرية فالتغيرات في الأسعار غالباً بتكون بسبب نقص المعروض من المنتج طبعاً عشان كده وزير التموين الدكتور شريف فاروق أكد في النقطة دي تحديداً أن الوزارة بتوفر المنتجات بكميات كبيرة عشان يكون في توازن بين العرض والطلب والأسعار يكون لها نوع من التوازن هي الأخرى لأن كلما زاد العرض أو زاد الطلب مع توفر العرض طبعاً الأسعار بتميل للاستقرار معرضات كبيرة بأسعار مخفضة بتثبت أن هي متمشية مع الطلب عليها وحماية المستهلك وضبط الأسعار كل ده بيتم بالتوازي علشان نوفر الهدف اللي احنا عايزينه وهو توفير الأسعار والمستلزمات المدرسية في هذا التوقيت تحديداً من السنة لكل الفئات ولكل الأسر مرة تانية بنصبح على حضراتكم بنقولكم صباح الخير يا مصر